اشتركوا في القناة سيدي بلعباس عيدة تيارة تيسمسل بكميات تتراوح ما بين 20-40 ملمات تنبيه آخر خلال هذه الليلة وإلى غاية صباحة الغد من درجة ثانية كذلك على كل من مسيلة عند دفلة المدية تيبازة البليدة العاصمة بومردس تيزيوزو بيجاية جيجل البويرة برج بوريريج حتى على ولاية سطيفة قول بكميات تتراوح ما بين 20-40 حيانا 50 ملمات أما خلال يوم الغد تحسن في حالة التقص بداية من أمسية الغد على الوجهة الغربية رغم ذلك سحب ركامية مطيرة أحيانا أمطار لشكل الزخات متفارقة ستخص الهضاب العليا الغربية الأمطار كذلك ستستمر في التهاطل خلال صباحة الغد على الوجهة السحلية الوسطى لكن أكثر غازارة على الوجهة الشرقية بعض الرعود المنازلة كذلك ستخص المرتفعات والهضاب الوسطى وكذلك الشرقية حتى على شمال الصحراء مع تطالي رمال على كل من الصحراء الوسطى مناطق الجنوب الغربي درجات الحرارة خلال الليلة اليوم إن شاء الله منخفضة على الهضاب العليا الغربية لكن تصل غاية 12 درجة العاصمة 22 درجة للصحراء الوسطى 29 درجة على أقصى الجنوب أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله تراجع ملحوظ لدرجات الحرارة على كافة المناطق الشمالية خاصة الغربية مع 15 درجة على تيارة لكن تقص حر على أقصى الجنوب مع 45 درجة أما البحر خلال يوم الغد سيبقى قليل إتراب إلى مطر محليا خاصة على السواحل الغربية رياح ستشتد تصل غاية 50 كم في الساعة خلال يوم الجمعة عودة الأمطار خاصة على المناطق الشرقية تكون معتبر على السواحل وكذلك المرتفعات الداخلية بعض الأمطار كذلك ستتواصل في التساقط مع هبوب رياح قوية على المناطق الوسطى والهذاب العليا الغربية كذلك على شمالي الصحراء درجات الحرارة في استقرار نهاية الأسبوع تواصل لطهات الأمطار متفرقة ستخص المناطق الوسطى والشرقية دائما هبوب رياح قوية على وجهها الوسطى وكذلك السواحل الشرقية تحسن في حال تقص على المناطق الغربية وحتى على شمالي الصحراء بداية الأسبوع القادم إن شاء الله سحب ستزدد كثفة خلال الأمسية لتلتحق الأمطار خلال الليل على المناطق السحرية الوسطى وكذلك الشرقية بعض الأمطار غير مستبعدة على منطقات ألوح درجات الحرارة سترتفع على وجهها الغربية لكن تبقى فصلية على المناطق الوسطى وكذلك الشرقية غرب الشمس ليوم الغد على مصر العاصمة سيكون بحول الله في تمام السابعة وخمسين دقيقة أشكركم على المتابعة أمسي طيبة في أمان الله